جبران خليل جبران بكتابه النبي هو عم ينصح شعب مدينة الخيالية بيقول عندما يومئ إليكم الحب اتبعوه حتى لو كانت طرقاته وعرة وشائكة الحب من أسمى حالات البشر فيه الإنسان بينتقل بين درجاته من الهوى للصبوة للشغف الكلف العشق النجوة الود الهيام أو الجنون عيد الحب موعد سنوي بيجدد فيه ترندات والجدل كل 14 شباط بيختلف من بلد للتاني مثلا بسوريا التعبير عن الحب صار أصعب مع ارتفاع الأسعار بشكل عام والهدايا بشكل خاص الدبدوب الأحمر اللي حجمه وسط سعره 450 ألف ليرة سوري أما عن أسعاره الورود فسعر الوردة الوحدة وصل لل 8500 ليرة والدبدوب الكبير 800 ألف ليرة وبيظل هاد الغلا انتشر على صفحات الفيسبوك دبديب مستعملة للبيع هون مثلا صبية عرض الدبدوب أحمر للبيع الدبدوب موجود بجرمانا بدمشق وصبية تانية عرضة الدبدوبة بـ 75 ألف ليرة نترك سوريا ومنروح لمصر على سؤال تفاعلي غريب لأنه الأعياد بتكون مرتبطة بأنواع محددة من المأكولات مثل عيد الشكر اللي بتاكل الناس فيه ديك الرومي وعيد شم النسيم اللي بياكلوا فيه المصريين الفسيخ المصريين طرحوا سؤال لو كان العيد الحب أكلة مناسبة شو بتكون هاي الأكلة الإجابات تنوعت بين الحمام المحشي أو البيتزا مع الشوكولات واقتراحات تانية ظريفة مثل بياكلوا بعقل بعض حلاوة طبعاً لنيويورك بأمريكا كمان هناك أحد حدائق الحيوانات أصدرت إعلان قالت فيه قد لا تجدون الكلام الصحيح دائماً ولكن بإمكانكم دائماً إثارة القشعريرة لديهم أطلقوا اسم حبيبكم على صرصور لمناسبة عيد الحب لأن الصراصير تدوم دائماً 15 دولار صار فيك تاخد شهادة مثل شهادة الميلاد بتثبت فيه أنك سميت أحد صراصير هاي الحديقة على اسم من تحب التعليقات على عيد الحب بتتراوح شدتها بين العاشق اللي جاب هدية والعاشق اللي ما جاب هدية والمعشوقة اللي بتقبل بأي شي بيعبر عن الحب وتانية ما بتقبل بشو ما كان طبعاً عنا في أمن السناغل الحاقدين على هاد العيد من التعليقات اللي إجت على الموضوع هاد من ورد اللي قالت الله يرحم الوردة براس السنة ألف وقلنا يا لطيف كلماله الورد عم يغلب أما تالي علقت شو قلتها العقل هاي يعني مثلاً العالم ما بتحب بعضها غير بها اليوم وباقي الأيام نكره بعض شو هالمسخرة نور علقت عفكرة وضع عظيب وشوفت حال ولا شي بس إذا بيفكر يجيب لي وردة أو دد بمرجعته فيهم لأنه أقرف هدية ممكن تنهد بصراحة محمد علق بلاها هالوردة الحمرة ياخد لها فرع خبازة أو عرق هندبة منها بيوفر حق الوردة ومنها بتاكلون لها الحشيشات تعليق من سبب يقول عن جد لسه في حدا عم يفكر بهالموضوع بعد كل الفقر والظلم اللي كتير عالم عايشينه بالنسبة لي ما شايف الموضوع أهمية بشتري خبز لعائلة فقيرة أحسن ما جيب وردة حمرة رح نكبها بعض يومين أما غيساء قالت لا بحب الورد ولا الدباديب ولا بحب حدا ولا حدا بيحبني